اشتركوا في القناة الأمين العام لمجلس التعليم العالي أكدت أن هذا اليوم يعد مناسبة مهمة للتأكيد على أهمية توثيق الركائز التعليمية والمنجزات التي تحققها المؤسسات عبر أهدافها التنموية ورسائلها القيمة في استدامة التعليم مشيرة إلى أهم الإنجازات التي حققها مجلس التعليم العالي خلال العام الماضي ومنها قدرته على إحداث تحول في التعليم العالي من خلال استحداث برامج أكاديمية نوعية وفقا لمتطلبات سوق العمل والحرص على تعزيز العلاقات مع مختلف الدول وتبادل الخبرات والبرامج التي تسهم في تطوير التعليم العالي منوهة إلى أن مملكة البحرين تعاملت مع تداعيات جائحة كورونا وما فرضته من ظروف استثنائية بكل وعي وكفاءة واقتدار الأمر الذي أدى لبناء منظومة جامعية قوية